موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسأل فيكم أعزائي طلاب وطالبات الصف السابع في شرح وحل أسئلة درس جديد من دروس كتاب الرياضيات للصف السابع الفصل الثاني درسنا لليوم هو الدرس الأول من الوحدة الثانية أو الوحدة الثامنة عفوا وحدة الاحتمالات هو درس بعنوان الحوادث وأنواعها ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكم كتير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ نجي الآن لالنشاط الأول رغم إجراءات الاحتلال إلا أن المنتخب الفلسطيني لكرة القدم الفدائي قد حقق نتائج على المستويات العربي والدولي النتائج المتوقعة لأي مباراة هي إما الفوز أو التعادل أو الخسارة يعني هذه الثلاث نتائج المتوقعة لأي مباراة في الدنيا هل في عندي نتيجة غيرها؟ طبعا لا أتذكر التجربة العشوائية إيش عرفناها قبل هيك؟ قلنا إنها التجربة اللي أنا بقدر أعرف مجموعة جميع نواتيجها الممكنة قبل إجرائها وطبعا سمينا هذه النتائج الممكنة قبل هيك سميناها بالفضاء العيني يعني هي مجموعة النتائج اللي ممكن تنتج عن التجربة قبل ما أنا أجري التجربة ولكن أنا ما بستطيع أحدد أي هذه النتائج اللي رح يتحقق فعلياً قبل ما أنا أجري التجربة فزي ما إحنا عارفين إنه المباراة قبل ما تلتعب أنا بعرف إنه النتائج الممكنة لإلها إما فوز أو تعادل أو خسارة بس إيش النتيجة اللي رح تنتهي عليها المباراة ما بقدر أعرف إلا لما تلتعب المباراة يعني بعد المباراة بقدر أعرف فبالتالي هذه التجربة بنسميها التجارب العشوائية زي أيضاً مثلاً رمي قطعة نقود مثلاً إما حيطلع عليها يا إما صورة يا إما كتابة لما أرمي قطعة النقود الوجه الظاهر حيكون إما صورة أو كتابة طب هل أنا بعرف إذا رمي قطعة النقود حيكون صورة أو كتابة طبعاً لا بعد ما أرميها بشوف الوجه الظاهر وبحدد إيش النتيجة أيضاً إلقاء قطعة النرد أو حجر النرد نفس الإشي هيظهر وجه من 1 إلى 6 بس إيش الوجه اللي رح يظهر أنا ما بعرفه فهذه كلها بنسميها تجارب عشوائية لأن أنا ما بعرف نتيجتها قبل ما أقوم بالتجربة نيجي الآن للنشاط الثاني الجنيه الفلسطيني هو عملة دولة فلسطين قبل الاحتلال فئات العملة المعدنية كانت 1 مليم 2 خمسة عشرين خمسين مية يعني هذه فئات العملة المعدنية من واحد إلى مية ما ألاء قطعة من كل فئة يعني ألاء معها قطعة من هذه الفئات كلها يعني عندها قطعة من فئة الواحد من فئة الاثنين من فئة الخمسة وقطعة من فئة العشرة ومن فئة العشرين والخمسين والمية يعني أكم قطعة معها معها سبع قطعة أعطت أختها فرح قطعة واحدة باستخدام القرعة يعني قالت الأختها فرح أنا رح أديك قطعة واحدة من اللي معي ولكن بدنا نعمل قرعة يعني بدك تختار قطعة من القطعة بدون ما تتطلع أو بدون ما تشوف إذن يمكننا توقع القطعة النقدية التي ستحصل عليها فرح قبل إجراء القرعة يعني أنا بقدر أعرف أو أتوقع إيش القطعة النقدية اللي رح تحصل عليها فرح هي عبارة عن واحدة من هدولة السبع قطع هذا إشي أكيد فبالتالي هذه التجربة بنتسميها تجربة عشوائية ولكن هل أنا بقدر أعرف أي قطعة رح تسحبها فرح طبعا لا ما مجموعة جميع النتائج المتوقعة يعني إيش مجموعة جميع النتائج المتوقعة يعني إيش ممكن النتيجة تبع تفرح اللي هي القطعة النقدية اللي ممكن تسحبها يمكن هناك كتابة النتائج المتوقعة للقرعة على شكل مجموعة يعني بقدر أكتب النتائج على شكل مجموعة بهذا الشكل اللي هي واحد اتنين عند العملة اللي بعديها خمسة اللي بعديها من فئة العشرة اللي بعديها من فئة العشرين والخمسين والمئة هذه هي السبع عملات اللي موجودة عند آلاء واللي هتسحب فرح منهم واحدة فهذه مجموعة النتائج المتوقعة يعني اللي راح تسحبها فرح ممكن تكون واحد او اتنين او خمسة او عشرة او عشرين او خمسين او مئة هل ممكن تكون نتيجة غير هذه النتائج؟ طبعا لا مستحيل طبعا هذه النتائج المتوقعة للتجربة بنسميها الفضاء العيني للتجربة العشوائية زي ما اخدنا قبل هيك في الصاف السادس والخامس اذا اتذكر الفضاء العيني ايش هو الفضاء العيني؟ هو مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية يعني كل الاحتمالات اللي ممكن تطلع عندي من التجربة ويرمز له بالرمز اوميجا ويقرأ اوميجا شايفين هذا الرمز؟ نرمز فيه للفضاء العيني عند نشاط ثلاثة تهدف الرحلات المدرسية الى تعريف الطلبة بالاماكن السياحية والاثرية والتداريس في فلسطين نظمت احدى المدارس رحلات للتعرف الى تداريس فلسطين وضعت ادارة المدرسة مجموعة من المناطق المستهدفة للزيارة الاختيار مناطق منها بشكل عشوائي حيث سيتم الاختيار عشوائيا من المنطقة او من المجموعة الادية يعني هذه كلها المدن اللي رح نزورها طبعا احنا هنزور مدينة واحدة يعني ممكن احنا بالاخر نزور مدينة واحدة فحنختار المناطق اللي رح نزورها من هذه المجموعة اللي موجودة عنا طبعا الفضاء العيني لاختيار المناطق يعني ايش النتائج الممكنة اللي تطلع عندي لما انا اسحب مدينة من هذه المدن طبعا الفضاء العيني هو نفسه هذه المناطق كلها لأنه ممكن أنا أختار حيفا أو يافا أو القدس أو نابلس أو لفح أو النقاب أي منطقة من هذه المناطق عشان نزورها فبالتالي الفضاء العيني أو أوميجا أو جميع الاحتمالات الممكنة اللي ممكن تطلع معي للتجربة هي حيفا ويافا وآريحا يعني كل هذه المدن اللي موجودة عندي يعني هذه أساسا المجموعة هي نفسها بتساوي الفضاء العيني طيب إذا وقع الاختيار على زيارة منطقة ساحلية من أوميجا يعني من الفضاء العيني يعني إذا أنا النتيجة تبعتي المفروض أنها تكون مدينة ساحلية يعني بدي أسحب مدينة إذا مدينة ساحلية رح أخذها إذا مش مدينة ساحلية مش رح أخذها ومش رح أقبلها فإن المناطق التي سوف تتم زيارتها إيش هي المدن الساحلية من ضمن الفضاء العيني المحتمل طبعا أنا ممكن أسحب أي مدينة من هذه المدن بس إيش المدن الساحلية من هذه المدن يعني من الفضاء العيني هي يافا وحيفا أيضا عبارة عن مدينة ساحلية اللد والقدس ونابلس رفح عبارة عن مدينة ساحلية رأس النقورة عبارة عن مدينة ساحلية لأنها بتقع على البحر المتوصل إذن هذه هي المدن الساحلية اللي ممكن تكون عندي من ضمن المدن اللي ممكن أختارها طيب إذا وقع الاختيار على زيارة منطقة جبلية لو أنا بدي أختار منطقة جبلية من هذه المناطق إذن إما رح أختار نابلس رامالله القدس هذه هي المناطق الجبلية اللي موجودة إذا وقع الاختيار على زيارة منطقة صحراوية إذن ما فيش عندي غير النقب اللي هي عبارة عن منطقة صحراوية طيب إذا وقع الاختيار على زيارة منطقة في الغور طبعا هي منطقة أو مدينة آريحة طبعا مدينة آريحة هي المدينة الوحيدة اللي موجودة عندي من ضمن الأغوار طيب عندي سؤال بيقول لي ما علاقة عناصر كل من المجموعات السابقة بعناصر أوميغا يعني بعناصر الفضاء العين طبعا لما إحنا حكينا أنه المنطقة الصحراوية هي النقب منطقة في الغور هي آريحة منطقة جبلية اللي هم هدول المدن منطقة ساحلية اللي هي هادي المدن طبعا بنلاحظ أنه جميع هادي المجموعات عبارة عن مجموعة جزئية من الفضاء العين إذن جميع هذه المجموعات عبارة عن مجموعة جزئية من الفضاء العيني يعني هي عبارة عن مجموعة من ضمن عناصر الفضاء العيني اللي موجودة عندي إذن أتألم الحادث هو مجموعة جزئية من الفضاء العيني ويرمز له بالرمز حا يعني الحادث بيشمل بعض نتائج الفضاء العيني المحتملة مش كلها زي ما توي قلنا اللي هي المدن الساحلية في المدن اللي كنا بدنا ننزولها فقط بعض مدن فهذا بنسميه عبارة عن حادث وبنرمز له بالرمز حا وطبعا هو بيكون عبارة عن مجموعة جزئية من الفضاء العيني نيجي الآن لنشاط أربع يمثل العام 1948 عاما مفصليا في حياة شعبنا الفلسطين وهو العام الذي حدثت فيه النكبة واحتلت فلسطين وتشرد شعبنا في مخيمات اللجوء والشتاء إيش هو الفضاء العيني للأرقام المكونة لهذا التاريخ يعني بدأ أجيب الاحتمالات للأرقام اللي موجودة في هذا التاريخ طبعا الأرقام اللي موجودة في هذا التاريخ هي الواحد والأربعة والتمانية والتسعة 1948 في عندي أربع أرقام طيب بيقول لي أكمل الحوادث الآتية حواحد عبارة عن حادث الحصول على عدد يقبل القسمة على ثلاثة يعني الحادث زي ما حكينا عبارة عن جزء من نتائج الفضاء العيني أو جزء من مجموعة الفضاء العيني أو مجموعة جزئية من مجموعة الفضاء العيني فإنه يطلع عندي عدد بيقبل القسمة على تسعة إيش النتيجة اللي ممكن تقبل القسمة على تسعة في النتائج اللي هي التسعة فما فيش عندي غير التسعة فألاحظ أن فيه عنصرا واحدا فقط يعني الحادث واحد بيكون مكون من عنصر واحد حيث عين يرمز لعدد عناصر ح ومنها عين ح واحد بيساوي واحد يعني عدد عناصر الحادث الأول اللي هو أنه يطلع عندي عدد بيقبل القسمة على ثلاثة عبارة عن عدد واحد اللي هو رقم تسعة طيب حادث الحصول على عدد من مضاعفات العدد اثنين يعني أنه يطلع عندي عدد من مضاعفات العدد اثنين طبعا عندي الاربعة والتمانية من مضاعفات العدد اثنين ولاحظ أن عدد عناصره أكثر من عنصر فبالتالي عدد عناصر H2 الذي هو هذا الحادث عين ل H2 بساوي 2 يعني في عنده عنصرين في المجموعة اللي هي عبارة عن H2 اللي هي عبارة عن مجموعة جزئية أساسا من الفضاء العيني Έنا نح lapse طيب H3 عبارة عن الأرقام المكونة لعام النكبة طيب أنا أساسا عارف أن الأرقام المكونة لعام النكبة هي نفسها اوميجا يعني اللي هي الواحد والتسعة والاربعة والتمانية فبالتالي بألاحظ انه هذه المجموعة او الحادث التالت بيساوي اوميجا يعني هو نفسه اوميجا اللي موجود عندي طيب حادث اربعة هو حادث الحصول على عدد اولي يعني انه يطلع عندي عدد اولي من هذه الاعداد طبعا الواحد والتمانية والاربعة والتسعة كلها ليست اعداد اولية يعني الحادث أربعة النتيجة تبعته هي phi أو المجموعة الخالية لأن هذه المجموعة ما فيش فيها ولا عنصر فبالتالي بما أن هذه المجموعة ما فيش فيها ولا عنصر إذن حتكون مجموعة خالية أو phi لأنه ما في عندي ولا عدد من الأعداد هذه عبارة عن عدد أولي فبالتالي عين لحاء أربعة هو عبارة عن سفر يعني ما فيش عندي ولا عنصر في مجموعة احتمالات الحادث الرابع اللي هو أنه يطلع معي عدد أولي فمن المستحيل أنه يطلع معي عدد أولي إذن أتعلم الحادث البسيط هو الحادث الذي فيه عنصر واحد فقط من عناصر أوميجا يعني توي قبل شوية في النشاط السابق حاوى حادث من اعتبره حادث بسيط ليش؟ لأنه فيه عنصر واحد فقط من عناصر أوميجا الحادث المركب هو الحادث الذي يحتوي على أكثر من عنصر فيعني في المثال السابق حاد نين عبارة عن حادث مركب يعني فيه أكثر من عنصر من عناصر أوميجا اللي هي الفضاء العيني المحتمل الحادث الأكيد أو المؤكد هو الحادث الذي يحتوي على جميع عناصر أوميغا يعني جميع عناصر أوميغا موجودة فيه يعني مجموعته هي نفسها مجموعة أوميغا وهذا بمثل الحادث رقم 3 في النشاط الرابع الحادث المستحيل هو الحادث الذي لا يحتوي أي عنصر من عناصر أوميغا يعني عبارة عن مجموعة خالية أو phi وهذا هو عبارة عن الحادث الرابع في المثال السابق إنه يطلع عندي عدد أولي من الأعداد اللي هو واحد وتسعة وأربعة وتمانية فهذا إشي مستحيل إذن الحادث عبارة عن مجموعة خالية أو phi إذن عدد العناصر تبعت الحادث عبارة عن سفر فهذا الحادث بنسميه حادث مستحيل يعني من المستحيل إنه يخصن نيجي الآن لنشاط خمسة إذا كان الفضاء العيني لتجربة عشوائية أوميغا هو هذا الفضاء العيني يعني هذه النتائج المحتملة للتجربة يعني ممكن يطلع عندي النتيجة أربعة أو ستة أو تمانية أو اتناعش أو تسعة إلى عند الستعاش طيب عندي الحادث وصف الحادث وإيش التعبير عنه في المجموعة وإيش نوع الحادث وإيش السبب طيب إنه يطلع عندي عدد أولي من كل هذه الأعداد ما فيش عندي غير عدد أولي واحد اللي هو السبعة عشوائي وطبعا هذا الحادث بنسميه حادث بسيط لأنه عدد عناصره عبارة عن واحد فقط طيب إنه يطلع عندي من هذا العناصر عدد زوجي إيش هي الاحتمالات ممكن الأربعة أو الستة أو التمانية أو الاثنعش أو الالعشرين أو التمنتعش أو الاربعة وعشرين أو الستعاش إذن هذه عبارة عن الأرقام المحتملة لهذا الحادث بنلاحظ إنه عدد هذه الأرقام كبير واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية فبالتالي هذه عبارة عن حادث مركب لأنه عدد عناصره أكبر من واحد يعني اللي هو بيساوي تمانية يعني عدد العناصر لإله بيساوي تمانية اللي هما أكبر من واحد إذن هذا الحادث عبارة عن حادث مركب طيب إنه يطلع معي عدد أقل من خمسة وعشرين لاحظوا إنه كل الأعداد الموجودة عندي أقل من خمسة وعشرين إذن احتمال حصول هذا الحادث هو أوميغا يعني هي أساسا كل الأعداد أقل من خمسة وعشرين فبالتالي نفس هذه المجموعة حتكون عبارة عن المجموعة تبعت هذا الحادث فبالتالي هذا الحادث بنسميه حادث مؤكد أو حادث أكيد ففيه عندي احتمالين أما بنسميه مؤكد أو أكيد السبب لأنه عين أو لأنه الحادث نفسه بيساوي أوميغا يعني احتمال إنه يطلع عندي أو يحدث عندي الحادث هذا إنه عدد أقل من خمسة وعشرين هو نفس أوميغا لأنه أساسا كل أعداد أوميغا أقل من خمسة وعشرين طيب عدد زوجي أولي إنه يطلع معي عدد زوجي وفي نفس الوقت أولي طبعا إحنا أساسا معارفين إنه ما فيش عندي عدد زوجي أولي غير التنين هو العدد الزوجي الأولي الوحيد في الدنيا فبالتالي ما فيش عندي تنين في أوميغا اللي موجودة عندها إذن من المستحيل يطلع عندي عدد زوجي أولي في هذه الأعداد إذن المجموعة هذه عبارة عن فاي أو مجموعة خالية ليش؟ فبالتالي هذا الحدث بنسميه حدث مستحيل لأنه ما فيش عندي عدد أولي وزوجي من ضمن هذه الأرقام تبعت أوميغا إذن لأنه لا يوجد عدد أولي زوجي في أوميغا فبالتالي بنعرف إنه الحادث هذا العدد لإلو قديش بيساوي سفر يعني الحادث هذا ما فيش عندي ولا عنصر في المجموعة تبعته يعني المجموعة تبعته خالية يعني من المستحيل إنه يخصن نيجي الآن لنشاط ستة في تجربة إلقاء حجر نرد وقطعة نقط مرة واحدة يعني بدنا نرمي حجر النارد مع قطعة النقود يمكن تمثيل أوميغا يعني بدنا نمثل النتائج المحتملة إنها تطلع معي بطريقة الشجرة كما في الشكل المجاور طبعا لما يكون في عندي حدثين بيسيروا في التجربة متزامنين فبالتالي ممكن نستخدم طريقة الشجرة عشان نطلع النتيجة زي ما تعلمنا في الصف السادس فمثلا حجر النارد رح تكون نتائجه إما واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة إذا كانت نتيجة حجر النارد واحد قطعة النقود نتيجتها إما هتكون صورة أو كتابة أيضا إذا كانت نتيجة قطعة النارد اثنين قطعة النقود هتكون إما صورة أو كتابة نفس الإشي في كل مرة بنرمي حجر النارد كل رقم من أرقام حجر النارد لقطعة النقود إما هتكون يا صورة يا كتابة مع هذا الرقم يعني أوميجا اللي هي عبارة عن الفضاء العيني المحتمل أو النتائج المحتملة إما يطلع عند الرقم واحد في حجر النارد وصورة القطعة النقودية تطلع عند الصورة أو يطلع عند الرقم واحد ويطلع مع كتابة هل في عندي خيار غير هيك خيار ثالث لرقم واحد طبعا لا نجي الآن لرقم اثنين الرقم اثنين إما يطلع رقم اثنين مع صورة أو رقم اثنين مع كتابة يعني اثنين مع صورة أو اثنين مع كتابة نفس الإشي الثلاثة مع صورة أو ثلاثة رح يطلع مع كتابة أربعة نفس الإشي مع صورة أو أربعة مع كتابة خمسة مع صورة خمسة مع كتابة ستة مع صورة أو ستة مع صورة كتابة فهذا هو الفضاء العيني المحتمل انه يطلع معي لهذه التجربة هل في عندي احتمال غير هذه الاحتمالات اللي موجودة عندي اللي انا حطيتها هان طبعا لا استحالة فبالتالي حجر النارد يا راح يطلع واحد يا اثنين يا ثلاثة يا اربعة يا خمسة يا ستة وقطعة النقد راح تطلع يا اما صورة يا اما كتابة طيب بيقول لي هانا في التجربة العشوائية السابقة ما علاقة عدد عناصر اوميغا بعدد اوجه حجر النارد وعدد اوجه قطعات النقد طبعا احنا عارفين انه عدد اوجه حجر النارد عبارة عن ستة وعدد اوجه قطعة النقد عبارة عن اثنين اما صورة او كتابة طيب عناصر اوميغا اللي طلعوا معي قدش عددهم نيجي نعدهم واحد نين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احدى عشر اطناعش يعني طلع عند اثناشر عنصر في اوميغا بلاحظ انه الاثناش عبارة عن ستة ضرب اثنين يعني الفضاء العيني لحادثين بيحدثوا مع بعض ممكن يكون عبارة عن حاصل ضرب الاحتمالات لكل واحد فيهم يعني حجر النارد ممكن يكون من واحد لستة يعني له ستة احتمالات قطعة النقد ممكن تكون صورة او كتابة يعني عندي احتمالين حاصل ضربهم عبارة عن اطناعش اللي هو عدد عناصر الفضاء العيني المحتمل طيب نيجي الان لنشاط سبعة في تجربة القاء حجرين نرد متميزين مرة واحدة يعني بدنا نرمي حجرين نرد مختلفين عن بعضهم البعض مرة واحدة وملاحظة عدد النقاط الظاهرة على الوجهين العلويين فان الفضاء العيني يعني النتائج المحتملة لهذه التجربة لما انا ارمي حجرين نرد هو اما واحد واحد او اثنين واحد او ثلاثة واحد لا عند الستة وستة طبعا ايش يعني واحد واحد يعني الحجر الاول تطلع عليه رقم واحد والتاني يطلع عليه رقم واحد فلو بدنا نمثلها بطريقة الشجرة عند الرقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة رقم اربعة رقم خمسة رقم ستة هذا هو الحجر الاول الحجر التاني لما يكون عند الحجر الاول صورته واحد فيه اله ستة احتمالات من واحد لستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة نفس الاشي الحجر التالي لو طلع الحجر الاول رقم اثنين اله ستة احتمالات من واحد لعند الستة نفس الإشار الحجر الثالث إلو ستة احتمالات من الواحد لعند الستة هذا للحجر الثاني أيضا إذا طلع الحجر الأول أربعة أيضا إلو ستة احتمالات من واحد للستة وإذا طلع الحجر الأول خمسة الحجر الثاني إلو ستة احتمالات من واحد للستة وإذا طلع الحجر الأول ستة الحجر الثاني أيضا إلو ستة احتمالات من واحد للستة فهذه رح تطلع عبارة عن عناصر الفضاء العيني 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 وهكذا لباقي الارقام طيب ايش هو وحادث ظهور عددين مجموعهما خمسة يعني ايش احتمال انه يظهر عندي عددين مجموعهم خمسة طبعا اما الواحد والاربعة او الاربعة والواحد او الاتلين والتلاتة أو الثلاثة والاثنين فهذه الأعداد مجموعة خمسة هل في عندي غيرهم عددين ممكن يطلعوا مجموعةهم بطلع خمسة طبعا لا طبعا الهانة الواحد وأربعة بتختلف عن الأربعة والواحد لأنه هذه معناها أن الحجر الأول طلع رقمه واحد والحجر الثاني طلع الرقم عليه أربعة بينما هذه معناها أنه الأول طلع أربعة والثاني طلع واحد يعني عكس بعض إذن عدد عناصر الحدث هذا أنه يطلع عندي عددين مجموعهم خمسة عبارة عن أربع عناصر وهو حادث مركب طيب إيش هو حادث ظهور عددين أوليين زوجيين طبعا أنا عارف أنه العدد الأول الزوجي الوحيد هو الاثنين فإنه يظهر عندي عددين أوليين زوجيين معناه يظهر عندي التنين والتنين فبالتالي عدد عناصر الحدث هذا عبارة عن عنصر واحد وهو هذا العنصر لأنه يطلع الحجر الأول الثنين والحجر الثاني لما أرمي يدين الرقم الثنين أيضا فبالتالي هذا الحادث بنسميه حادث بسيط أيضا زي ما إحنا شايفين بأقدر أمثل الفضاء العيني كما في الشكل الآتي يعني مثل نواتج الحجر الأول اللي هي من سف من واحد لعند الستة ومثل لواتج الحجر الثاني على هذا المحور من واحد لستة ورسم خطوط والتقاطع بناتهم هي عبارة عن الاحتمالات الممكنة تطلع عندي يعني ممكن يطلع عندي في النقطة هذه اللي عبارة عن واحد الحجر الأول واحد الحجر الثاني 30353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535353535 جميع النتائج الممكنة هي ممثلة في هذه النقاط اللي موجودة عندي طيب قديش عدد النقاط هذه كلها؟ طبعا بما انه هنا عندي ست نقاط وهنا عندي ست نقاط مجموعة راح يكون عبارة عن ستة ضرب ستة لانه احنا حكينا اصلا انه عشان نجيب عدد نتائج الفضاء العيني اللي واحتمله بنضرب نتائج الممكنة للحجر الاول اللي هي ست نتائج ضرب عدد النتائج الممكنة للحجر التاني اللي هي عبارة ايضا عن ست نتائج فبيطلع عندي انه عدد عناصر الفضاء العيني عبارة عن ستة ضرب ستة لو بطلع عندي ستة وتلاتين يعني في عندي ستة وتلاتين احتمال ناتج ممكن يطلع عندي نجي الان لحل التمارين والمسائل لماذا يعد سحب بطاقة من مجموعة بطاقات مرقمة من واحد الى تسعة؟ تجربة عشوائية واكتب الفضاء العيني لها طبعا هي تجربة عشوائية هي تجربة عشوائية لاننا لا نعرف نتيجة البطاقة المسحوبة الا بعد اجراء التجربة يعني قبل ما احنا نسحب انا ما بعرف نتيجة البطاقة اللي رح تطلع فبالاول لازم نسحب بعدها نشوف ايش النتيجة اللي رح تطلع عندي ايش الفضاء العيني او ايش النتائج المحتملة انها تطلع في هذه الحالة طبعا هي عبارة عن الارقام من واحد لعيند التسعة لان البطاقة او البطاقات مرقمة من واحد لتسعة فلما اسحب منهم بطاقة سيطلع معي اما البطاقة رقم واحد او اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة لعيند التسعة فوحدة من هذه البطاقات اكيد انها رح تطلع معي طيب سؤال اثنين اكتب الفضاء العيني لاختيار كرة من صندوق فيه خمس كرات بيضاء وستة سوداء وتسعة خضراء وتلاتة حمراء وملاحظة اللون الظاهر فلو انا بدي اسحب كرة من هذا الصندوق الفضاء العيني رح يكون اما رح تطلع عندي كرة بيضاء او اني رح اسحب كرة سوداء او اني رح اسحب كرة خضراء او اني رح اسحب كرة حمراء هل ممكن اسحب كرة بنفسجية مثلا طبعا لا لانه اساسا مش موجود عندي كرة بنفسجية في الصندوق فبالتالي هذه هي اربع الاحتمالات للون الكرة اللي انا رح اسحبها نيجي الان للسؤال الثالث في تجربة القاء قطعتين نقط متماثلتين ومختلفتين وملاحظة الوجه الظاهر اكتب الفضاء العيني وامثله بيانيا ثم اجد حادث الحصول على وجهين متشابهين وما نوع الحادث نيجي الان اذا لحل السؤال الثالث اذا رمينا اما قطعتين نقط القطعة الاولى اما رح تكون اما نتيجتها صورة او كتابة القطعة التانية اذا كانت القطعة الاولى صورة في عند النتيجتين اما نتيجتها ستكون صورة والتانية كتابة او كتابة واذا كانت القطعة الاولى نتيجتها كتابة القطعة التانية اما رح تكون اما صورة او كتابة اذا الفضاء العيني المحتمل لهذه التجربة فهذه هي الأربع نتائج المحتملة للتجربة فهذا هو الفضاء العيني للتجربة طيب طبعا هذا تمثيله بطريقة الشجرة لو أنا بدي أمثله بيانيا بنقدر أنمثله زي هيك عند صورة كتابة ففي عندي تقاطع الخطوط هي عبارة عن الاحتمالات الممكنة فهذه هي الأربع نقاط اللي ممكن تطلع عندي زي ما إحنا شايفين إما صورة وصورة كتابة وصورة كتابة وكتابة أو صورة وكتابة هذه هي الأربع احتمالات اللي موجودة عندي طيب ثم أجد حادث الحصول على وجهين متشابهين لوحة واحد أنه يطلع عندي وجهين متشابهين اللي هو إما يطلع عندي صورة وصورة أو كتابة وكتابة نوع هذا الحادث طبعا عبارة عن حادث مركب لأنه عين لحا واحد يعني عدد عناصر هذا الحادث عبارة عن اتنين يعني هو أكثر من عنصر واحد طبعا دائما لما يكون أكثر من عنصر واحد بيكون حادث مركب نيجي الآن للسؤال الرابع لتسجيل جنس المولود وتسلسل الولادة لعائلة لديها ثلاث أطفال يعني في عندي ثلاث أطفال للعائلة بدأ أسجل الجنس المولود مع تسلسل الولادة أمثل الفضاء العيني بطريقة الشجرة ثم أجد طيب عشان نمثل الفضاء العيني لجنس المولود مع تسلسل الولادة الولد الأول احتمال يكون إما ولد أو إما بنت في الحالة الثانية أما سيطلع ولاد أو سيطلع بالتابعة وأيضا لو كان الولد الأول بنيت أما سيطلع ولاد أو بنيت في الأول الثالثة إذا كان الأول ولد والتاني ولد في عند إحتمالين إما يطلع الثالث ولد أو بنيت نفس الآيشي هانا عندي احتمالين ولد او بنت نفس الاشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لهذه التجربة اما رح يطلع عندي ولد والتاني ولد والتالت ولد او ولد والتاني ولد والتاني ولد والتالت بنت او حيطلع عندي ولد واللي بعديه بنت واللي بعديه ولد او حيطلع عندي ولد واللي بعديه بنت واللي بعديها بنت هذي كل الاحتمالات الاربعة اللي موجودة عندي في الحالة الاولى. عندي ايضا كمان اربع احتمالات للحالة التانية. انه يطلع المولود الاول بنت والتاني يطلع عندي ولد والتالت يطلع عندي ولد. او بنت ويطلع عندي التاني ولد والتالت يطلع عندي بنت. او يطلع عندي بنت وبعدها التاني بنت وبعدها التالت ولد. او يطلع عندي الاول بنت والتاني بنت والتالت بنت. فهذه هي الاحتمالات التمانية الممكنة. فهذه هي اوميجا اللي هي جميع النتائج اللي ممكن تطلع عندي. فممكن تطلع عندي هذه النتيجة. او ممكن تطلع عندي النتيجة هذه. او النتيجة هذه. او النتيجة هذه. مع هدولة التلاتة. فدائما كل تلاتة مع بعض ممكن يطلعوا عندي كتفرع للشجرة اللي موجودة عندي. طيب إيش هو حادث الحصول على 3 أطفال إناث وما نوع هذا الحادث طبعا الحادث أنه يطلع عندي 3 أطفال إناث هو احتمال واحد أنه يطلع بنت وبنت وبنت فهذا هو الاحتمال الوحيد اللي ممكن يطلع عندي 3 أطفال إناث فهذا الحادث عبارة عن حادث بسيط لأنه أكم احتمال فيه موجود عندي فقط واحد عين لحاق واحد عبارة عن واحد فبالتالي هو حادث بسيط با حادث الحصول على طفلين ذكرين وطفلة أنثى يعني إنه يطلع معي طفلين ذكرين وطفلة أنثى طبعا الحادث هذا إنه يطلع عندي طفلين ذكرين هو ما ذكر للترتيب فبالتالي الترتيب مش مهم فإما رح يطلع عندي ولد ولد وبنت أو رح يطلع عندي ولد وبنت ولد أو رح يطلع عندي بنت ولد ولد هدولا هم الثلاث احتمالات اللي بيطلع فيهم ذكرين وأنثى واحدة فقط طبعا الأنثى ممكن تكون الثالثة ممكن تكون الثانية ممكن تكون الأولى فبالتالي عدد العناصر لحاء اثنين عبارة عن ثلاثة إذن هذا الحادث عبارة عن حادث مركب طيب بيقول لي أكتب حادثا مستحيلا لهذه التجربة يعني بدي أجيب حادث مستحيل لهذه التجربة يعني من المستحيل أنه يحصل أو احتمال من المستحيل أنه يحصل عندي الحادث المستحيل اللي ممكن نكتبه في هذه الحالة هو اختيار عائلة لديها أربعة أطفال يعني أنه يطلع معي للعائلة أربعة أطفال بدل ثلاثة طيب بيلاحظ أن كل النتائج الموجودة عندي فيها ثلاث أطفال فقط فهل في عندي نتيجة فيها أربعة أطفال لا إذن هذا الحادث هو عبارة عن حادث مستحيل فبالتالي النتيجة تبعته هي فاي أو المجموعة الخالية أصدقاء العزاء هيك بنكون نتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا انتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضا بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائكو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة إحنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد اشتركوا في القناة